السلام عليكم حلقة اليوم سنتطرق لكيف يتحديد الدالة الزوجية والدالة الفردية أولا نبدأ في القاعدة إذا نبين أن الدالة ما هي زوجية أو فردية نحسب أولا F لناقص X فإذا نحسب F لناقص X يعني داست X نعوضها بناقص X ثم نحسب في الأخير لاحظنا أن F لناقص X تسوي F لX فإن الدالة الزوجية أما إذا كانت F لناقص X تسوي F لX فإن الدالة في هذه الحالة تكون دالة فرضية أول مثل F لX يسوي ناقص 5X ثلاثة زائد 2X إذا الآن تعوض X ناقص X تصبح ناقص 5 في ناقص X كنت ثلاثة زائد 2 في ناقص X الآن سنحصل على ناقص 5 ناقص X ثلاثة هي ناقص X ثلاثة في ناقص 5 تصبح زائد 5X ثلاثة لأنه السفرضي إذا الآن أضطنا ناقص X و ناقص 5 جوجة من نفس إشارة سبعتنا إشارة موجبة و زائد 2 في ناقص X و ناقص 2X إذا معدد التأميل ناقص تصبح ناقص قوس ناقص 5X ثلاثة زائد 2X إذا الآن رضحنا ناقص 5X ثلاثة زائد 2X هي F لX التي كانت ثلاثة و من حصلنا على F لE ناقص X يسوي ناقص F لX وبالتالي نستنتج أن الدالة F هي دالة فرضية في المثال الثاني 1-X-2 زائد 3X-4 ناقص 2 إذا أولا نحسل نعوذ X نعوذ X 1-X-2 زائد 3-X-4 و من ستصبح موضوع نفس الشيء ناقص X-4 وبالتالي نحسل له إذا نصبح H لناقص X هي نفسها H لـ X ومنه نستنتج أن الدلة هي دلة أن الدلة H هي دلة زوجية مثل آخر 3X2-1 يقسم على X جذر ثلاثة نفس الشيء نحسر J-X نعوذ X2-X2 وX-X نعلم أن ناقص X2 تساوي زائل X لأن الأس زوجي فتصبح ولكن ناقص X فقى ناقص X نكتبها في الأول ناقص 3X2-1 على X جذر ثلاثة لتصبح J-X تساوي ناقص وهذه الكتابة هي J-X التي تعلقنا في أول إذن ناقص J-X إذن مع أن J-X تساوي ناقص J-X إذن الدلة فرضية المثال الأخير F يساوي جذر 2X2-1 مقصوم على 1-X2 إذن نفس الطريقة في الأمثلة السابقة نحسر أولاً آغني ناقص X يعني X-X2 سنعوذها بناقص X-X2 سنعوذ ناقص X-X2 تصبح جذر 2X2 ناقص X-X2 هي نفسها X-X2 وناقص X-X2 تصبح آغني ناقص X تساوي آغني X ومن الدلة هي دلة زوجية وشكراً